عندنا أيضا النادي الآلي أعلن القيمة الأفريقية والقيمة المحلية وبعد ظهور القيمة الأفريقية حصل جدال كده وقلق على موضوع كهرباء لكن كهرباء كان مسجل في القيمة المحلية والأمور تمام وزي ما حرفتم شايفين دي القيمة الأفريقية 34 لعب وتبقى 6 لعبين تقدر تسجلهم في يناير لكن دول هتلعب بيهم دور الـ 32 اللي هيكون أمام إما الجيش الرواندي أو الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي فاس موراة الزهاب 1-0 أمام الاتحاد المنستيري ومباراة العودة يكون 14 أو 15 أو 16 أكتوبر مهم جدا كمان نروح للقيمة المحلية لأن عايزين كده نلقي معاكم الضوء وهي قناعات يعني أنا بشوف أن احنا أكيد عايزين نشوف النادي الآلي في أفضل حال وعايزين كل أن احنا ندعمه ونقوّل فريق بأفضل صفقات ممكنة وللأمانة وأنا بأقرر أن ده حق مشروع طبيعي أن الجمهور النادي الآلي يشوفه ولكن يا جماعة وإحنا بنعمل ده ما نقعش في الفخ إيه الفخ؟ إن احنا طول الوقت نحس إن احنا عندنا قيمة أقل من طموحاتنا لا إحنا عندنا طموحات أعلى وده حق مشروع وأنا بكرره وبأكد وأنا مؤمن بده عايزين أفضل قيمة أفضل لعبين أفضل صفقات كل ده حق مشروع ولكن مش وانا بأعمل ده كمان أقلل من أنا عندي قيمة حقيقية في النادي الآلي فريق بيلعب ثلاثة نهاية أفريقيا بياخد برونزيتين بياخد نين أفريقيا القايمة دي يا جماعة لو بصنا لها حراست المرمى عندنا ثلاث حراس زي الشناوي ولطفي وشوبير خط الدفاع أسماء مميزة جدا خط الوسط بنتكلم في مراكز تعدد المراكز بنتكلم في خط الهجوم لما تقعد تمسك كل خط في النادي الآلي داخل القايمة هتلاقي فيه عدد كبير جدا من لعبين المميزين القايمة دي وفقا لترانسفر ماركت وأنا بحب جدا الموقع ده السبب ده يا جماعة زي ما انتوا شايفين بص ماينك احنا مش محتاجين نقرأ كل الأسماء هتلاقي تعدد سواء في قلوب الدفاع الباك اليمين يمكن الباك الشمال عندك رهان على البدال وكمان أي مناشرة فيه يقدر يلعبها الوسط أليو ديانج والسولاية حمد فاتحي كل دول في الارتكاز وكمان عندك محمد محمود ان شاء الله تقدر تستفيد بيه الأجنحة فيها خيارات جيدة جدا خط الهجوم نرجع للفكرة ايه انه ليه انا بقول ان انا بحب ترانسفر ماركت عشان دايما بقريب من القيمة الفعلية او السوقية الفعلية للعب بعيدا عن مبالغات هنا الشد والجذب واصلا انا عايز اللاعب ده بكذا في بعض اللاعبين لمجرد انه بيمرر الكرة دلوقتي بيطلب فيه خمسين مليون فالقيمة التسوقية مهمة جدا قيمة النادي الاقل يا اسامة عاملة 33 مليون اورو مقارنة بنادي الزمالك والمنافس المباشر الليك بنتكلم فيه ما يقرب من 16 او 17 مليون اورو وعندك برامدز حوالي 19 مليون اورو انت في حتة مختلفة تماما لازم يكون عندك تطلر ان احنا نوصل لحتة بعيد جدا لان احنا بنلعب في مكان عالمي ولكن مهم ان احنا منقللش من الواقع بالتأكيد يا فارس واللي يمكن بس الناس قال انا شفاء على مركز بديل علي معلول لكن النادي الاقلي يعني صعد محمد اشرف موجود ايمن اشرف بصدد ان هو يجيب باك لفت ايضا يكون يدي عمق لقيمة النادي الاقلي ومركز تمانية بالتأكيد في انتظار عودة عمار حمدي توظيف محمد محمود كلر يقدر يشتغل على القصة دي والمركزين اصلا في مصر فيهم نقص واضح وممكن الحل من وجهة نظري يكون من خلال التلات محترفين اللي هم في الفئات العمرية في قطاع الناشئين عندنا ايضا قيمة المنتخب الاول وقيمة المنتخب الاولمبي لعيبي النادي الاقلي اللي مش موجودين حاليا في معسكر النادي الاقلي لانهم موجودين مع معسكر منتخب مصر سواء في الفريق الاول او في الفريق الاولمبي طبعا محمد الشناوي وكلام كتير عن محمد الشناوي احنا مش محتاجين نقول ان محمد الشناوي رقم واحد وبينافس على أفضل حارس مش داخل مصر داخل قارة أفريقيا دي قيمة المنتخب الأول من نادي الآلي محمد الشيناوي محمد عبد المنعم أيمن أشرف حمدي فتحي كريم فؤاد وشادي حسين الوافد الجديد وفي المنتخب الأولمبي حمز علاء محمد أشرف محمد مغربي وعودة محمد مغربي دي مهمة جدا رقفة خليل مصطفى سعد وعربي بدرة أعتقد يعني دي قيمة المنتخب الأولمبي مصطفى سعد وشادي حسين أكيد يعني شرف تمثيل منتخب مصر النادي الآلي وشغف الانضمام للنادي الآلي